كورونا ليس له دماغ ولكنه يستغل الفرصة هكذا جاء تصريح مدير برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية مايك رايان مضيفا أن أكبر فشل جماعي هو التقليل من شأن هذا الفيروس خاصة مع ارتفاع موجة الإصابات عالميا وتظهر معطيات جديدة أن متحور أوميكرون ليس أقل خطورة تماما كما كان يعتقد تشير تقارير صحية أنه منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي تاريخ رصد المتحور الجديد الذي يعد الأسرع انتقالا وأشد عدوى وأقل خطورة من سابقه دلتا يواصل أوميكرون انتشاره عبر العالم معيدا فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تخلت عنها بعض الدول مؤخرا مع تزايد حملة التطعيم وتشير الدراسات إلى أن المتحور يتكاثر بشكل أسرع وفي وقت أبكر في الحلق والفم مقارنة بالأنف تؤكد بعض التقارير أن عددا من مسحات الأنف التي خذع لها بعض الأشخاص جاءت سلبية بينما كانت النتائج إيجابية عندما أخذت المسحات من الحلق هذا وتوقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأمريكية نهاية قريبة للمتحور أوميكرون ورجحت الدراسة ذاتها أن تكون الذروة في الأسبوع الثاني من جنفيا الجاري بعد أن تزداد سوءا لتتلاشى وتختفي منتصف فيفري المقبل عندما تقل سرعة تفشيه